اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة في مراكزها الصحية ومراكزها المتخصصة وايضا ما من شأني ان يطور القطاع الصحي في امارة دبي ودولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام اطيب التحيات مني محدثكم حمود يوسف العلي من خلف المكروفون وعندنا في التنسيق شواق مسعد وفي الاعداد فيصل بن فارس وفي الاخراج ما شاء الله عندي اربع مخرجين اقول اساميكم بس صفار عندنا محمد صفار وعندنا ناصر محمد سليم وعندنا ما شاء الله ميثة بنبيئات موجودة وعيسى ما ادري شي يسويهني بس في الله عيسى من شداد عموما مثل ما عودناكم نحن ناخذكم على اعلانات سريعة خاصة بالمواضيع اللي نبغي نبغيكم تنتبهون لها ان شاء الله عن الفعاليات وعن بعض الاعلانات اللي نبغيكم تنتبهون لها لكن قبل ذلك عندي مفاجأة جميلة اليوم عندنا سؤال الحلقة اللي يتزامن مع اسبوع الامارات تبتكر سؤالنا جائست 1000 درهم نقدا ها تبغونا نقسمها على 2500 500 ولا 1000 درهم على فايز واحد شو رأيكم فايز واحد طيب اشواخ لان ما تبغي تنسق مع اثنين قالت واحد فخلص فايز واحد بيحصل 1000 درهم نقدا مقدمة من هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع اسبوع الامارات تبتكر السؤال الحلقة يقول ضمن اسبوع الابتكار تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة خاصة يعني بهذا الاسبوع اعتبارا من 23-11-2016 يعني من تاريخ 23-11-2016 سوف تستقبل هيئة الصحة بدبي زوارها من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا في منصتها المبتكرة او المبتكرة السؤال يقول اين تقع هذه المنصة وين بتكون المنصة هذه هل بتكون في سيتي ووك برج ديرة برج بارك مدينة دبي الطبية سيتي ووك برج ديرة برج بارك مدينة دبي الطبية وين بتكون منصة هيئة الصحة للابتكار فارسالي الإجابة مع الاسم الثلاثي على 4006 1000 درهم بانتظار الفايز كاش 1000 درهم كاش من هيئة الصحة بدبي عموما آخر موعد للتأمين الصحي مستمعين الكرام هو 31-12-2016 هذه موعد التمديد اللي مددوه لكم من غير مخالفات بعد هذا التاريخ هناك مخالفات سوف تترتب على الأشخاص الذين لم يقوموا بتأمين العمالة المنزلية لديهم ضروري يا جماعة الخير قلنا نحن شو فايدة التأمين تكلمنا عن أهمية التأمين تكلمنا أن هذا النظام وايد مهم لكم ف 31-12 بعد هذا التاريخ خلاص فيه مخالفات وتكلمنا عن المخالفات متى بتكون عندنا حلقة خاصة عن التأمين نشواغ باتر ولا عقبة زي شوفيلي متى ممكن يكونون الجماعة معنا أظن فيصل نسق معاهم فعموما نتمنى منكم تأمنون يعني أمنوا من الحين يا جماعة الخير واحد ما يضمن شو ممكن يصير معاه صحة دبي تشارك في أسبوع الابتكار وقلنا لكم سؤال حلقتنا اليوم عن المنصة وين منصة هيئة الصحة حملة دمي لوطني اليوم بتكون في الطيران المدني بدبي اللي يبغي يتبرع بالدم مستمعين الكرام يتوجه إلى مبنى طيران المدني وأيضا الموظفين الموجودين هنا كذلك بعد أن نتمنى أنهم يشاركون في هذه الحملة الإجابات لأنه حين غلط طبعا ما يتنى ولا إجابة صحيحة فاللي طرش يعرف أنه قال أو اختار إجابة خاطئة تغريدة غذائية بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في أية الصحة بدبي إعادة تجميد الفواكه والخضروات بعد الذوابان يسبب فقدان كمية كبيرة من قيمتها الغذائية هذه التغريدة لأنه حين بعد الإجابات خاطئة نعيد السؤال أين تقع منصة أين سوف تقام منصة هيئة الصحة بدبي للابتكار وهذا ضمن أسبوع الابتكار واللي بتبتدي تاريخ 23 هدعش 2016 وبتفتح من الساعة 10 لـ 10 مساء وين بتكون بتكون فيه سيتي ووك برج ديرة برج بارك مدينة دبي الطبية الله هدي في أصل عادة ما حاطلكم وقت خيارات صعبة أنزين يعني على الفاصل ما نحذف خيار واحد أوكي عموما خبر يقول الهاتف الذكي يحوي بكتيريا أكثر 18 مرة من دورة المياه ها تلفونكم في جراثيم وبكتيريا أكثر وانتوا بكرامة من الحمام أو من دورة المياه اتضح للعلماء أن عدد البكتيريا موجودة على سطح الهاتف الذكي يفوق بـ 18 مرة عددها الموجود في المرحاض لذلك حسب رأيهم يتعين على صاحب الهاتف الذكي أن يغسل يديه جيدا بعد لمسه الأشياء المختلفة وبعدها يمكنه استخدام هاتفه وذلك لمنع انتقال البكتيريا من تلك الأشياء إلى الهاتف طبعا أوضح العلماء البريطانيون الذين أجروا الدراسة أن بين هذه البكتيريا تلك يعني البكتيريا تلك لا تشكل خطورة على صحة الإنسان إضافة إلى تلك التي تسبب مشاكل صحية كبيرة يعني فيه شغلات ممكن تكون استببلكم أمراض وشغلات لا فتكاثر البكتيريا يعني يقول العلماء قسما من البكتيريا التي تعشعش على سطح الهاتف يمكن أن تسبب الطفح الجلدي وقد تصيب الدم أيضا ولمعرفة نوع البكتيريا التي تعشعش على سطوح الهواتف أنا عبثني هاي تعشعش تشيء مثل الطيور التي تعشعش فعموما البكتيريا التي تعشعش على سطوح الهواتف تم وضع عدد من الهواتف في أواني خاصة تسمى أواني بيتري حيث الظروف ملائمة لتكاثر البكتيريا وبعد المضي ثلاثة أيام انتضح أن عدد البكتيريا أكثر من عددها على مقبض السيفون في المرحاض الرجالي بثمانتعشر مرة لماذا قالوا الرجالي الله العالم انزه وأغلب البكتيريا كانت من نوع المكورات العنقودية الذهبية التي أيضا تعشعش على سطح الجلد في حالة إصابته بجرح ما فإن هذه البكتيريا تدخل الجسم مسببة أمراض خطيرة معدية الله يبعد عننا وعنكم هذه الأمراض عموما نذكركم بسؤال الحلقة وما نطلع فاصل بعد الفاصل ما نحذف إيجابة إن شاء الله من الخيارات اللي موجودة السؤال يقول ضمن أسبوع الابتكار التي تشارك به هيئة الصحابي دبي بمنصة اعتبارا من 23 11 يعني مبليوم ولا باتر ولا بعده تاريخ 23 11 بتكون منصة هيئة الصحة موجودة بتبتد من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا السؤال يقول أين ستقام هذه المنصة هل في سيتي ووك برج ديرا برج بارك مدينة دبي الطبية عندكم الخيارات خلنا نحذف حين ما نحذف نحذف سؤال الحين نحذف إجابة زين ما نحذف مدينة دبي الطبية زين فهم نقول سيتي وورك برج ديرا برج بارك وين بتكون للإجابة الاسم الثلاثي مع الإجابة السليمة زين على أربعة صفر صفر ستة والله شوف ما في حد جاوب إجابة صحيحة ألف درهم بانتظاركم مقدمة كاش فاصلوا مرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرتين أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم سؤال الحلقة يقول ضمن أسبوع الابتكار تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة اعتبارا من 23 11 2016 من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء السؤال يقول أين سوف تقام هذه المنصة هل في سيتي ووك برج ديرا برج بارك الإجابة على 4006 وهناك الجائزة ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع أسبوع الإمارات تبتكر أيضا اليوم الموضوع الرئيسي اللي ما نتكلم فيه يا جماعة الخير ما نتكلم عن خدمات قسم الطوارئ بمستشفى راشد هذا القسم اللي حقيقة يعني حقق سمعة على مستوى المنطقة بشكل خاص وسمعة يعني حتى عالمية في مجال الخدمات اللي تقدم في هذا القسم أو من خلال مستشفى راشد خاصة في علاج الحالات الطارئة طبعا يتواجد معايا في الستوديو الدكتور فيكتور بطرس رئيس قسم الطوارئ بمستشفى راشد دكتور أول شيء صباحك الله بالخير دكتور يعني اليوم أنا أول سؤال بطرح لأن هذا السؤال اللي كان يجينا على من قبل الجمهور بشكل كبير وأيضا المجال مفتوح لكم أعزائي المستمعين اللي عنده أي سؤال وأي استفسار على الأرقام 6-0-5-5-1-4-1-4 للمداخلات الهاتفية و-4-0-6 وطبعا نحن حاطين جائزة ألف درهم فإن شاء الله عاد حد يكون يطلع لنا عنده قسم الطوارئ في مستشفى راشد السؤال يقول أن الناس تقول أن لينا الحين في مراجعين في قسم الطوارئ يقولون أن يتأخرون علينا لي ما يعالجون يقولون أن مستشفى راشد يطول لي ما ندخل على الطبيب ف أنا أملك الرد أني أنا ممكن أن أتكلم عنه لكن أبغي أسمع الناحية الطبية من خلال تواجدكم دكتور هل بالفعل هناك تأخير يعني علاج المرضى في قسم الطوارئ أو بالأحرى إذا صغت السؤال بشكل آخر من يجب عليه أن يذهب إلى قسم الطوارئ عظيم أخ محمود بجواب مختصر بكلمة وحدة لا ما في تأخير بس في أدلة على الموضوع بس أعطي دي قلينا أعطي فكرة بسيطة عن قسم الطوارئ الخدمات بأدماء نحن نشوف حوالي الأربعمائية وخمسين لخمسمائة مريض باليوم ومنتبع نظام تصنيف عالمي نظام التصنيف هذا الغي منه تصنيف الحالات الطارئة وتقديم الخدمة الطبية للحالة التي تتطلب التدخل فيوقات مناسب ففي أنها خمس أنماء من الحالات الطرقة ونحن تداريا لموضوع أنه ينفحص المريض أو طلب الخدمة الطبية الإسعافية حطي أن نحن طبيب على قسم الاستقبال تبع سيارات الإسعاف ممتاز في طبيب في طبيب موجود 24 ساعة وهذا من 3 سنوات ليس من شي جديد فأي مريض جاي بسيارة الإسعاف اللي يشوفه طبيب فورا ممتاز الحالات الطرقة الشديدة حسب نحن نحن عنا مؤشرات إداء مؤشرات إداء هي بتتم دراسة الأوقات اللي عم ينسوف فيها المرضى لكل فئة من فئات التصطيف وكأي فئة من فئات الحوادث وأشارات إداء خلال السنة الماضية ما بتدل على أنه إلا نحن ضمن المجال الطبيعي جني طبعا أنا بحب أنه الجمهور يعرفوا على أنه الحالة الطرقة البسيطة الوقت رؤيتها بيأخذ لحد الساعة حتى يفحصوا الطبيب جني الخمسمائة مريض اللي عم يشوا قسم الحوادث بمشفى راشد ما بتم رفض أي حالة منها حتى لو كانت حالة غير طريقة ممتاز هذه من منطلق سياسة الهيئة تقديم الخدمات الطبية لكل المراجعين جميل دكتور أنا بأخذ تفاصيل هذه المواضيع بس خلني أخذ هذه المداخلة من المستمع عبد العزيز تفضلي عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله بركاته عليكم السلام صوتنا بغريب علي عبد العزيز بويدن معاك حبيبي مرحب عبد العزيز شايف حالكم مستمع دائم حيث الله يسلم حبيبي الله يشهدكم إن شاء الله أول حاجة نشكي الدكتور على حضوره عندك في الستيديو وعلى راحة قدرة وعلى برنامجكم الجميل المتميز دائما في طرح دائما الأشياء الأفضل وأحسن للجمهور والمراجعين لفزارة الصحة أو هيئة الصحة في دبي قال عمرك بخصوص المراجعين الطواري أنا من ضمن الناس اللي رجعوا مش بكثرة عدة مرات يعني متفاضة وطويلة ليش شوفك سلامات عبدالعزيز شو بلعك وعندي ساعات الصغرية يعني هالأمور هذي زي لجزاهم الله خير إن كان الصبح أو وقت متأخر من الليل الجماعة قاهمين بدور جدا جميل وسلس للمريض يعني اللي يقول إنهم يتأخرون يمكن يتأخرون في الصيدليا بعض الحيان ليش يعدون الدولك وبعد ما يتأخرون وايد يمكن أن كثرت أقل من خمس دقائق هذا مش وقت ثاني حاجة اليوم سلامة المريض يعني لهم الله خير عندهم فوق كل حاجة في ناس مراجعين أنا عرفهم يقولون أنا ونخلص وما يطبوا من البطاقة يعني ليش لأن هذا يا مريض مثلا عند حرارة عالية أو شيء المستشفى يزاهم الله خير يشوفون الحالة الإنسانية دائما هذا اللي اشتشفيته منهم عبد العزيز أحينا على كلامك هذا بيقولون نحن متصلين فيك عسى بتقول هذا الكلام نحن نبادئ عندك ملاحظات نبغي هذه كلمات شكري زاك الله خير تعجبني الطاقة الإيجابية والروح ليجب يعني الواحد اللي لا يشكر الناس لا يشكر الله صحيح نحن في تطور دائم بأوامر صاحب السمو الشيخ محمد راشد الله يطول بعمره وشيوخنا الكرام دائما يحب تميز في كل المجالات الحكومية ما بالك الصحية اللي دائما هو حريص عليها قصوص أنه يقدم كل ما بوسع الطبيب وقسم الطوارئ والعيادات العادية فهذا دائما نستشفى منهم جزاهم الله خير وقفر الله لهم ولو قديدهم وشكرا جزيلا إزاك الله خير عبد العزيز بن هويدان يعني هذه الكلمات دكتور يعني كلمات جميلة الواحد يسمعها من المراجعين أيضا هناك يعني في بعض الأحيان لابد أن تكون الخدمات يعني إذا ما كان عليها ملاحظات فهناك مشكلة إذا لم تكن صحيح أنت ذكرت أن دكتور هناك يعني ما بين 450 إلى 400 إلى 500 مراجعة حسب التصنيفات الحالات السعافية في اليوم الآن دكتور يعني قبل لا أدخل على التصنيفات هذه والخدمات التي تطرحونا هنالك تحدي كبير يواجه العاملين في القطاع الصحي بشكل عام وبالتحديد العاملين في أقسام الطوارئ وبالتحديد أكثر مستشفى راشد هذا التحدي هو النمو السكاني الذي تشهد إمارة دبي يا ترى شو اللي تسوون أنتو في مستشفى راشد لاستيعاب هذه هذا النمو من سنة 2013 لل2016 ثلاث سنوات آمت إدارة مشفى راشد وهي الصحة بخطوات لاستيعاب زيادة الأعداد وإضافة لتحسين نوعية الخدمة أو استكمالها بخدمة مميزة فآمت بعدد توسيعات بال2006 تم افتتاح قسم الحوادث الجديد اللي صموه التراومة سنتر كم صار الكابيسيتي الحين دكتور الآن زادوا طابعين السنة هذه زاد طابعين لإستيعاب عدد أكبر من المرضى وفي دراسة لإفتتاح مركز أو مستشفى جديد جميل بصدد لإستيعاب الأعداد الزائدي في دبي جميل ودخطة زيادة عدد الأطباء أنا بتذكر بال2002 كنا 12 طبيب بقسم الحوادث 12 طبيب بقسم الحوادث هلأ نحن بال2016 نحن 70 طبيب بقسم الحوادث 2016 70 طبيب 70 طبيب كم كنتوا قابل كنا 12 طبيب من 2002 يا سبحان الله شوف يعني خلال بالطبع إضافة لزيادة عدد الأطباء أو نوعية الاختصاص صار استشاريين موجودين ومع ذلك في ضغط كبير دكتور الضغط الكبير موجود الضغط هو يمكن أنه مشفى راشد سمعته سمعته طيب والعالم مرتاحين وبعدين هو المشفى الوحيد اللي بيستقبل كل الحوادث حوادث السير وحوادث العمال صحيح دكتور يمكن مو كل الناس مرتاحين أعتقد هذه المداخلة يمكن من بو محمد بو محمد مرتاح مرحبا السلام عليكم مرتاح ولا مرتاح عليكم السلام عليكم أنا مرتاح طبعا بوجودك وجود الموجودين اللي معاك في الستيديو وموجود ضيفك الدكتور صحيح صحيح تفضل محمد شو ملاحظ أول شي نحن نشكر الدكتور هذا لأنه حاط ملاحظه و عندي بس مداخله بخصوص كلمته لما قال في اليوم يدخل كم مريض من 400 إلى 500 مريض من 400 إلى 500 وهل هل تتخيل بموضوعك هذا الكلام دي قال الدكتور أن في دكتور واحد يستقبل المرضى سبعين دكتور قال عنده خليني وضح نحن نبقى هنا محمد نحن نحطين طبيب على منطقة استقبال سيارات الإسعاف اللي هي بتجي نحن ناجاتك ثلاثة أربع إسعافات يعني في حالة طارع أهله سمع الله ولا قدر الله لا يقول إن شاء الله بإذن الله من الشر شي سيارة حادث في عائلة ممكن مبلغه قدره هذا مثل مثل الأنظمة الخاصة بالكوارث الأزمات نحن عارف خلال 24 ساعة في 12 طبيبي بيشتغلوا بقسم الحوادث موزعين على المناطق بمحمد الفكرة موقع طبيب واحد يكون موجود في الحالة الطارع هذا مثل موظف استقبال أنت تخيل دائما تحط موظف استقبال أنت حاط طبيب يستقبل هذه الفكرة هناك في موضوع ثاني اختصر لي بمحمد عشان أقدر أطلع فاصل بس تفضل إن شاء الله من عيوني الموضوع الثاني وبعطيك بسرعة وقت ممكن إن في ملاحظة بسيطة أنا لاحظتها أن المفروض والأخ تكلم قبلي أنا المفروض إن الحالة الطارع تكون لأخر حدود أنها تدخل قبل أي مريض لأن في جماعة أنا لاحظتهم يعني كل واحد يحط ملاحظتها سبحان الله الحمد لله الله مفضل الله مفضل شيوفنا الله يحفظهم مهم قصري سؤالك محمد محمد سؤالك شو بالضبط سؤالك شو بالضبط سؤالي بالضبط أن المريض أن المريض في حالة طارع مثلا الحمار رتبعت لأخر حدود مثلا رجال جاي مصاب أنه يتقدم قبل كل شي ما يخلوا ما يأخر ما يجاوبك بعد الفاصل بعد الفاصل بعد الفاصل محمد تسمع الإجابة تقريبا سؤال عن حالات تصنيف الحالات الطارع ما نطلع فاصل مستمعين وما نرجع لكن قبل الفاصل بس خلونا نذكر بسؤال الحلقة سؤال الحلقة ضمن أسبوع اللي ابتكارت وشارك هاية الصحة بي دبي بمنصة اعتبارا من 23 من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء السؤال يقول أين تقع أين سوف تقام هذه المنصة هل ستقام في بحذف إجابة خلي إجابتين برج بارك أم برج ديرا برج بارك أم برج ديرا للإجابة على 4006 وفاصل وما رجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتلكم مرتين أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور لبي سؤال حلقتنا اليوم واللي جائزتها ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بمناسبة أسبوع الإمارات تبتكر سؤالنا يقول ضمن أسبوع الابتكار تشارك هيئة الصحة بدبي بمنصة اعتبارة من 23 إلى 11 2016 من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء يعني من تاريخ 23 بعد يومين تقريبا أو ثلاثة أيام بتكون هذه المنصة شغالة من الساعة عشر لين الساعة عشر في الليل السؤال يقول أين سوف تقام هذه المنصة هل في برج ديرا ولا برج بارك زين بعد أسهل عن شي ما في لأن أنا وشي شفت الإجابات يعني وايد صعب وكلهم كان يحطوني إجابات خاطئة فقلنا هذا بعدين الله يهدي شي يا أختي مريم وانت يا سعيد برج ديرا وين برج ديرا عموما دكتور كانت هناك طبعا معانا دكتور بكتور بطرس رئيس قسم الطوارة بمستشفى راشد وهذه أول مرة تطلع معانا في الاستوديو دكتور أو تاني مرة تاني مرة يترنا قبل جاي بس على التلفزيون على التلفزيون طيب دكتور كان بمحمد عنده ملاحظة يتحدث يعني أو تعليق على مسألة توفير طبيب في الاستقبال فهو ظاهر الصورة ما كانت واضحة حالات الطارئة صحيح أنا بدي أتشكل ولا أبو محمد عملا حظته بس حابة بوضوح له شغلي على أنه نحن أنا ذكرت أنه نتبع أسلوب التصنيف تصنيف المراجعين تصنيف المرضى نشرحها بأعليه من شكل سريع دكتور أي بالتصنيف هنا أربع فئات من التصنيف هي الإصابات التي تطلب تدخل الفوري بدون تأخير أو الإصابات التي تطلب التدخل خلال اللي ممكن تنتظر ساعة هي الحالات البسيطة حالات البسيطة أي وضحنا منشان الحالات الأولى والتانية اللي هي هدف إرقاذ الحياة حطينا الطبيب أنه يشوفهم فورا على طول مكان موظف الاستقبال وباشرة الطبيب يتدخل ويأخذر على المنطقة العناية المركزة اللي بيتم فيه فريق طبيب يتعامل مع الحالة هناك حالة طارئة شو معناتها دكتور حالة طارئة حياة الإنسان أي وإذا ما تلقى الخطبي الطبية خلال فترة فحياته مهتدة هذه الحالات طريقة الدرجة الأولى والتانية نزعه ذكر واحد يكون حرارته مرتفعة دكتور بقى في أننا نحن قصب التصنيف اللي بيعتمد على العلامات الحيوية أي وعلى حالة المريض العامي حرارة ممكن تكون حرارة موجودة بس في علامات تانية سبب الحرارة شوية بيحددوا الطاقم الطمريدي الطاقم الطبي اللي موجود ممكن يحدد تصنيف الحالة بطب هي الفرق أنه رح ينشاف رح ينفحص المريض بس الفرق أنه ما فيك تفحصه نتيجة إزدحام العدد الكبير من المرضى الموجودين ممكن ينتظر ساعة حتى يشوفه الطبيب في إيطاليا دخلنا الطواري أنزين استنينا تقريبا سبع ساعات صحيح عشان يشوفنا الطبيب أي بتكون حالتك بسيطة بتستطيع ما بيصير عليك إشي إذا انتظرت سبع ساعات دكتور تخيّر بس لو أنت جايي مثلا بتجينا مثلا واحد عنده ألم بالصدر أو ضيء بالنفس أو أشيح هذا بينشوف فورا ما بيقولون انتظر ساعة ولا ساعتين صحيح خلنا ناخذ مداخلات إن شاء كم مداخلة عندنا وحدة أم عيسى تفضلي أم عيسى صلاح الخير يا هلا سامحين عاد عطلنات شوي صلاح النور لانتسمحوا لي صراحة نباخد من وقتكم شوي نزيل أنا صراحة يعني صفلك دايم أنا صراحة أحب أشكر يعني دكتور بطرس والمستشفى وقسم الحوادث بالذات لأن نحن يعني عنا قصة طويلة لهم يعني وخدمتكم جدا ممتازة خاصة لكبار السن شكرا بيص لأن الوالد الله يرحمه يعني من سنتين وثوة من سنتين لكن كنا سنين نصير لهم وكانوا فعلا يستقبلون من الاستعاف يمكن مطبيب واحد مثل ما قال طبيبين وثلاث وما يطلع من القسم الحوادث إلا وهو الحمد لله يعني أنا فعلا يعني أشكرهم من من الفراش للأكبر الأكبر راحة عندهم وإن شاء الله للأمام إن شاء الله شكرا لك يا معي عندك أي ملاحظات أو أي اقتراحات ممكن تكون تطويرية في مكالمة ثانية عندنا تفضل يوم عيسى عندك أي مقترحات بصراحة يعني أنا أشوف هم يتطورون يوم عن يوم يعني نحن نحن بصراحة وخاصة لكبر السن يعني فيه وايد اجتمام مستشفيات ثانية ما فيه مثل مستشفى راشد وخاصة الحوادث يعني مستشفى ثاني ما كان يستقبلون لكن مستشفى راشد كان يستقبلون ويطلبون للأطبة كان تعبان فيه أدة شي يعني مو بشي واحد كان يطلبون كل التخصصات وكانوا فعلا كلهم يون وما حد كان يرفض معالجة صحي هذه نقطة وايد مهمة الذكرتية أنا بناقشها مع الدكتور شكرا لك عيسى عندك شي إضافة ثاني شكرا لك شكرا جزيلا دكتور عميسى تطرقت لمسألة جميلة جدا وهذه يمكن شفناها بشكل كبير في مستشفى راشد في أقسام الطوارئ في مستشفى راشد وأقسام الطوارئ عموما في هيئة الصحة مسألة أن هناك يعني للحالات يتم تشكيل فريق من مجموعة التخصصات وحتى كنت استضيف حتى كذلك نسيت والله اسم الدكتور كانت تتكلم على موضوع بعض الاستشارات اللي اللي يكلمونها على التيرفون هي تكون 24-7 days يعني حتى الاستشارات على التيرفون ممكن ياخذونها من عندها خليدي أخذ أول نقطة من شأن الفرق الطبية الموجودة اللي هي يلغي منها تقديم الخدمية السريعة والمناسبة على المريض بيجيك مريض أحيانا نتيجة حد السيارة وحد السقوط عنده إصابات متعددة صحيح ومش فراشد هي مفري كامل الاختصاصات ففيه فريق يستدعى متعددة بنسميه نحن هو عبارة عن فريق الإصابات الشديدة والخطرة من كل اختصاصات من الجراحة من العظام من التخدير إضافة لطباء الحوادث في فريق العشر رئوي كمان إذا صار إشي لإنقاذ حياة توقف قلب مفاجئ أو إشي بيجي فريق العشر رئوي موجود ومش فراشد متميزة إنه فيها كل الاختصاصات الطبية الحساسة اللي ممكن تتعامل مع أي إصابة ممكن يحضر المريض إلى جميل طيب دكتور الآن خلنا نتحدث عن المواضيع اللي اللي تخص العلاقة ما بين تواجد المريض في المراكز الصحية الأولية وتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ في المستشفيات الآن همالك آلية عمل أو سيستم معين ونحن نريد نوعي الجمهور بهذا الموضوع بشكل كبير لأننا بما نتحدث عن تصنيف الحالات الطريقة وعندنا أعتقد مركزين اللي هم البرشة وند الحمر يعملون على مدار الساعة خلنا نتكلم عن هذه العلاقة صحي الأول كان الهدف تفعيل بعض المراكز الصحية 24 ساعة لاستقبال الحالات الطريقة البسيطة نعم قونه مركز طبي بسيط بيقدر يقدر بخدمي ومن فعل التجربة هذه تمت خلال بدأوا فيها من حوالي سنتين والهدف منها كان تقديم الخدم بالمناطق اللي موجودة فيها وتقليل الضغط عن مش فراشد وما زالت المركزين عم بيقدموا هالخدمات الطبية بس لحالات بسيطة نرجع منأكد على الحالات البسيطة لأنه ما عندهم مثلا المركز ما فيه غرفة عمليات يقدر يعمل عمليات ما فيه جراحة يقدر يتدخل بنفس الوقت بس بكفي أنه إذا أخذوا الحالات المسخطة أنه أريح أريح للمريد أريح للمريد بالضبط دكتور أذكر بس بس بسؤال حلقاتنا اليوم سؤال الحلقة يقول هيئة الصحة بدبي تشارك في أسبوع الابتكار بمنصة اعتبارا من تاريخ ثلاثة وعشرين نهدعش 2016 هذه المنصة سوف تفتح أبوابها للجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا السؤال يقول أين تقى هذه المنصة هل تقى في برج ديرا ولا برج بارك في إجابات تيني يعني أول شيء الإجابة على الاسم الثلاثي على 4006 مع الإجابة الصحيحة في بعض المسيجات علامات استفهام تطلع لي وفي واحد كان يقول لي برج طارق أنا ما حطيت خيار رسمه برج طارق زين فعندكم تقريبا أقل من عشر دقائق ممكن نستقبل الإجابات عليها فعلى 4006 واللي حاب يتداخل على موضوع اليوم أيضا على 60055 1414 ما زلنا نتحدث عن قسم الطوارئ بمستشفى راشد دكتور إنجازات كثيرة تحققت في هذا القسم وأيضا حالات كثيرة تم يعني اللهم لك الحمد استعافة بشكل رائع في هذا القسم وكانت يعني مثل إنجازات تضاف لإنجازات المستشفى فخلنا نتحدث عن الخدمات التي تقدم في هذا القسم أو يعني مفهوم قسم الطوارئ شو اللي هو الخدمات التي تقدم أقسام الطوارئ بشكل عام هلأ قسم الطوارئ معروف يعني بشكل عام بيقدم كل الحالات الخدمات الطبية للحالات التي تطلب تطلب هذه الخدمة اللي كانت موقزة للحياة أو أنه مضطر ياخدها خلال فترة بسيطة صحيح أو الأمراض الحادية بالطبع تقسم الحالات الطوارئ على عدد أقسام يعني في نتيجة ردود نتيجة حوادث سير حوادث العمال حوادث السقوط بالعمال إلا فطن إلى بعض الحالات الداخلية الأمراض القلبية الأمراض البيعائية جلدات الدماغية والأمراض الجراحية التي تطلب تدخل الجراحي فمن هالمنطلق هذا كانت بيقدم كل الخدمات اللي موجودة موفر كل الاختصاصات اللازمة الدور الكبير بيلعبه قسم الطوارئ مش فراشد أنه هو يبارى عن البوابة اللي بيقدم الخدمة الطبية قبل المريض ما يدخل لاستكمالها إضافة إلى أنه المشفى بحد ذاته وحيئة الصحام موفرة ما بعد تلقي العلاج بقسم الطوارئ عيادات منتشر عيادات أخصائية للمتابعة والعلاج إضافة لتوفير ضمن المستشفى بعض الوحدات اللي بتتعامل مع الحالات المقزة للحياة مثل قسم أمراض القلب اللي بيؤدي لإزالة الخسرات الفورية قسم الجلطات الدماغية كمان اللي بيؤدي للإزالة وغرف عمليات ست غرف عمليات صار موجودين تحت الخدمة 24 ساعة موجودين الحالات البسيطة اللي تطلب العلاج بتتلقي العلاج المبدئي بقسم الطوارئ وبالطبع بعدين بالعيادات جميل وعننا تحدي نحن بقسم الطوارئ هو للتهيئة للحالات الكواريس هذا أنا بغي تكلم عننا دكتور الآن نحن يمكن يارب تحفظ هذا البلد يعني آمن وخالي من الكوارث لكن هناك دائما استعدادات تقام في الفعاليات الكبيرة في الأمور الكثيرة يعني من الجانب الوقائي أيضا شهدنا يعني يمكن في بعض المواضع في حريق فندق العنوان مثلا أحدد حوادث أو مؤخرا المطار دبي صحيح كانت هناك يعني صحيح وحرفية في التعامل مع هذه الأزمات خلنا في البداية دكتور نتحدث عن هذا الفريق واللي تسوون بالضبط وشو هي الجراءات التي تقام في مثل هذه الحالات هذه ممكن بعد رد على أبو محمد كان يتكلم في خطة 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 قوارس متكاملة بالتعامل مع الهيئات الأساسية اللي هم بدبي شرطة دبي هي عبارة عن الشرطة الدفاع المدني مؤسس خدمات الإسعاف اللي هي دورة أساسة بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية إضافة إلى مرافق الهيئة إضافة إلى المشافي الخاصة القطع الخاص كذلك ممتاز فهذه الخطة خطة موضوع متكاملة وبنصير فيه تدريب عليها كل سنة خلال التجارب السابقة الخطة كانت تنفيذها مرضي جدا ونحن نتعامل مع حالات بتجدها مثلا حوادث فيها 16 17 18 مصاب إصابة شديدة نتيجة حدث سير كبير ويتم استيعابة بالسيابية يتم استيعابة هذه الحالات يتم استيعابة كلهم بالكامل جميل ممكن نتعامل مع مشافي وزارة الصحة مشافي الهيئة بس بتحويل الحالات اللي خرج الكارسة بس لتخفيف الضغط وكسب الوقت لنتتعامل مع الحالات شديدة دي باش فراشد أنا بحب ألفط نظر بس بسيط أن الخدمة الطبية الإسعافية تطورت خلال السنوات السابقة وفي دور أساسي كما نحن ما فينا ننكره أنه تطور خدمات طبية في مؤسس خدمات الإسعاف بحيث هلأ بدأت الخدمة الطبية يقدموا العلاج من وقت اللي بيوصلوا للمريض عكس السابق وهذا تجلى خلال السنة الماضية على أنه صار في مؤسس خدمات الإسعاف أطباء وفي بيسمون أدفاس مرامدك يعني المسعاف الأول المتميز وهذه شيء ملاحظ جميل وهذه تصب الحادسة بسيطة أنه مبارح أنا إجاني التقرير طبع قسم الحوادث على أنه الفريق الإسعاف تم إنقاذ مريضة في مول دبي وقف القلب عنده آموا بعمل جدا مشكورين عليه وتم إنقاذ حياته تشغيل القلب إجراء صدمات وضع منذ أبو برغافي الموقع عمنا ألوى بشكل صحيح على المستشفى جميل وهذا سام في إنقاذ حياته هذا سام في إنقاذ حياته يعني بسرط الخدمة الطبية ما شاء الله في دبي وهذا سببه التعاون صحيح ما بينهي الصحة ومؤسسة لماذا تسعاف والله يا دكتور نحن ذهبنا واطلعنا على العديد من الخدمات التي تقدم في بعض الدول الأوروبية لكن نقول عنها دول متقدمة طبيا ولكن شهدنا أيضا للسيستم أو النظام الموجود عندنا في إمارة دبي فوقهم بتقديم هذه الخدادة ما بذكر أسام الدول لكن بالفعل أنا هذه شهدت بأم عين لا كنا سوى أنا وانتي بعد في وحدة من الدول كنا سوى صح بس هذه أنا شفته بأم عيني دكتور الآن عندي تقريبا خمس دقائق أبغي أبغي بس أخذ مسألة الفريق فريق الفعاليات أو لجنة الفعاليات لها دور كبير في التأمين الصحي للفعاليات الكبرى التي تصدفها مدينة دبي وأيضا هذا بالتنسيق مع الجهات الخمسة اللي أنت ذكرتها من شوية فخلنا نتطرق بس بشكل سريع لهذه الجنة هي الفعاليات هي نشاط للهيئة هي الصحة بالكامل مش لقسم الحوادث بالزعج صحي اللي هو أنه في لجنة مسؤولة عن تقطاية الفعاليات اللي ممكن تصير بدوبي تقطيتها صحية صحي يعني خلق بيئة سليمة وآمنة لكل الزوار وللمؤتمر ويتم إنشاء عيادات في مكان الحدث أو مكان المؤتمر مع تزويده بالفريق طبي كامل متكامل بالتعاون مع مشفراشة إذا احتاج المريض النقل صحي بس يتم فحص وعلاج المريض في المكان طيب نحن من وقف استقبال الأجوبة على السؤال سؤال الحلقة كان يقول هيئة الصحة بدبي تشارك في أسبوع الإمارات تبتكر من خلال منصة خاصة بها تنطلق فعالياتها في 23.11.2016 من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءا السؤال يقول أين سوف تقام هذه المنصة كان حطينا خيارين اللي هو برج ديرة وبرج بارك والإجابة الصحيحة هي في برج بارك زين اللي حذاء برج خليفة الحديقة حديقة البرج بارك هذه الإجابة أن نوقف استقبال الإجابات وسووا لي استحب وعطوني اسم الفايز اللي بيفوز معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي دكتور قبل لا أختم الحوار الشيق معاك هذا خلنا ناخذ بس بعض النصائح اللي حاب توجهها للمستمعين بشكل عام يعني هي نصائح وقائية أكتر ما هي نصائح تفيد عني نحن بقسم الحوادث باشفر نحن منعني أكتر شيء من حوادث السير الحوادث السير للأسف أنه ممكن الخطأ اللي بيرتق بواحد الأشخاص ما يأثر عليها بس يأثر على الأشخاص صحيح فأول شيء يعني ملاحظ أسباب الحوادث عم تصير صحيح السرعة بس مؤخرا ظهر استخدام التليفون الجوال استخدام التليفون الجوال يعني متى مشارك الواحد ثلاث ثواني فأض الصيدرة فيعني أنا هذه النصيحة ما يستخدم لأي سبب اللي كان الموبايل أثناء القيادة والتقييد بالتعليمات والقانون السيري اللي موجود لأنه ما شاء الله عنا عنا طرقات وعنا تنظيم إذا التزم الواحد بالقانون بتصبر بتكون مدينة خالية من حوادث السير إن شاء الله يا رب أنا بعد أضم صوتك لصوتك دكتور وإن شاء الله يعني الواحد يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عما يلهيه ثناء القيادة لأن بالفعل دكتور مثما ذكرت أنتو شفت أمور كثيرة وحالات كثيرة ومآسي في هذا المجال فيجمعت الخير يعني الواحد ينتبه لهذه المسألة كلمة أخيرة تبغي توجهها دكتور كلمة شكر بشكل عام أنا بشكر بشكل أساسي يعني كل القائمين على إدارة الدولة وإدارة الإمارة والمسؤولين تبغي تحية الصحة وشكرا لك كم سنة صار لك ما شاء الله دكتور في الهيئة 21 سنة 21 سنة ما شاء الله 21 سنة بجلك أربعة ومؤبد الله يعطي طولة العمر يا دكتور وبالعكس أنت من الناس اللي أضافوا الكثير لهذا القسم أنا شكر لك يعني تواجدك معايا في الستوديو طبعا يا جماعة خير ترى صعب أني نيب الستوديو يعني أحاول معاه صار لست سبع شهور لما يعني أول مرة عادة يطلعوا يا أنا بالتلفون الدكتور لأنه ما شاء الله عليهم الضغط عالي أربعمية لين خمسمية مريضة يوميا دكتور أعتقد رقم كبير يعني الواحد لازم هذا وإن شاء الله يا جماعة خير يعني دائما ما نقول الوقاية أفضل من العلاج دكتور بطرس فيكتور بطرس رئيس قسم الطوارئ بمستشفى راشد نحن شاكرين لك هذا التواجد وين بتكون إن شاء الله الفعالية مات الابتكار دكتور منصة هيئة الصحة بحوالي برج برج طارق برج طارق حوالي برج خليفة بتكون في برج بارك وهذه الإجابة الصحيحة الفائزة معانا قلتوا لي مرة ثانية يعطون لسم خلود إبراهيم خلود إبراهيم فازت معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بيتصلون فيك إن شاء الله في كيفية تسليم الجائزة طبعا مبليوم ولا باتر متى بيسلبون البيزات عقب باتر عقب باتر بيسلبون البيزات إن شاء الله وتقدرين تستلمينها هذه أشواخ بترتب معاك ألف مبروك شكرا جزيلا لكم مستمعين على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد والمسابقة مستمرة على مدار هذه الأسبوع إن شاء الله كل يوم بيكون عندنا ألف درهم بنقدمها لفايز واحد معانا وبتكون الأسئلة إن شاء الله سهلة أسهل من سؤال اليوم حتى نلقاكم في الغد إن شاء الله تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وفي التنسيق أشواق مسعد وفي الإخراج ناصر محمد سليم وفي الإعداد كان معانا فيصل بن فارس ونشوفكم باتر إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر